لقد وقفت المملكة العربية السعودية موقفاً حازماً مع شقائها العرب ضد سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة العربية تلك السياسة التي تعمل على تعبيق النزاعات والصراعات والسعي إلى تصدير الثورة وخلق بيئة مواتية لانتشار التطرف والعنف والإرهاب الطائفي والمذهبي وتستهدف زعزعة الأمن والنظام والاستقرار وإثارة النعرات الطائفية ومساندة الإرهاب وزرع الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية من أمثال حزب الله في لبنان وغيره من الميليشيات الطائفية وتأسيسها جماعات إرهابية في البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني واستمرارها في محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى اليمن في اختراق فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة